هيا فيه تصريح لطيف النهاردة الوزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة اللي بيؤكد خطة الوزارة بإصدار سلسلة من الإصدارات تتضمن الخطب العصرية حول قضايا السع خصوصا وإن مجال الخطابة كان محل شكوى بإنها خطابة تقليدية ومكررة التحديث حيتناول عدد من الموضوعات اللي بتعالج قضايا العمل والفكر المتطرف والمرأة وغيرها ومنها مئة خطبة صدرت بالفعل وتم إلقائها في مختلف مساجد الجمهورية وأضاف وزير الأوقاف وتم تناول الحديث أيضا عن الهجرة غير الشرعية ونوه لإصدار الوزارة كتابين هامين في عمق المواطنة فضلا عن أول كتاب من نوعه يصدر بشأن حماية الكنائس في الإسلام وقال تصريح لطيف جدا الحقيقة أكدنا أن من مات منا من المسلمين دفاعا عن الكنيسة كمن مات دفاعا عن الوطن الحقيقة أن وزارة الأوقاف المصرية فيها خطوات جادة وحقيقية وده دره لتنفيذ تكلفات السيد الرئيس بتجديد الخطاب الديني وبعسرنة الوسائل والطرق والمتخصصين قالوا أكتر من مرة إحنا مش بنيجي جنب سوابة الدين الإسلامي لكن بنيجي جنب الطريقة اللي بنطرح وبنفسر وبنحلل بها وبالتالي بننصح بها الناس تعالوا نروح مع حضراتنا